برضو استكمالا لمنظومة الاهتمام بالغذاء ومنظومة الغذاء وسائل الغذاء النهاردة رئيس الحكومة عمل اجتماع حضروا الدكتور علي مسالح وزير التموين والدكتور وسائل قصير وزير الزراعة والدكتور هانس ويلام وزير الموارد المائية والرئي السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قال انه فيه ازمة عالمية طاحنة وفيه مشكلة ثلاثة الامداد وفيه ازمة الغذاء في العالم لازم مصر كل دولة تشتغل وفقا لامكاناتها لمحاولة تقليل الاستراب والاعتماد على الموارد واعتماد على الامكانات الداخلية لذلك النهاردة الاجتماع بيتكلم على الزيوت زيت الطعام كيف يمكن لنا ان نقلل من فاتورة الاستراب وان نعتمد على انفسنا من خلال الزراعات التعاقدية وخاصة زراعات محصول كفول الصوية ومحصول القطن وزراعة محصول عباد الشمس وتوسع فيه زراعات الضرة وانشاء صوامع لتخزين البزورة وتوسع في انشاء تنكات تخزين الزيت بمصانع الانتاج الموجودة ده كان اجتماع تاني بيحضره رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين لفتح ملف زيت الطعام يعني لو انت تركز هتلاقيب نتكلم كل يوم على سلع من السلع يعني عايزين نوقف استراد استراد البلد بنسبة كبيرة جدا من السلع الغذائية لانه السلع الغذائية فيها حاجتين لابا السلع الغذائية من بره اصعار غليت جدا فعايز دولارات ووقت وعايز ازود عندي المخزون بتاع اخيات من التقلبات طب انا ايه المانع ان انا اعتمد على نفسي هو ده الكلام اللي كان بيتم دراسته انا اعتمد على نفسي تحقيق شب اجتباء ذاتي من المحاصيل الزيتية خاصة زيت الطعام من خلال توسع في زراعات عبال الشمس والفول الصوية والقطن والكتان والمحاصيل الزيتية فانا بقول للفلاح ازرع وبشجعه من خلال ما يسمى بزراعات تعقلية يعني ازرع وانا اشتري منك ازرع وانا اديك جزء من الفلوس قبل ما تزرع عشان ما ساعدك ده بيساعد الفلاح على انه يزرع وده يبقى تحميل على زراعات اخرى اعتقد انه برضو احنا عندنا امكانات كبيرة وعندنا ملفات كثيرة بس محتاجين نضع خطأ الحروف لان احنا كتر الكلام بيضيع بعض وبعض واعتقد انه الامر بيسير في اتجاه الاعتماد على النفس في كثير من الملفات لانه العالم فعلا محدش عارف الدنيا رايحة على فيل